بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين احتل الصهاينة المسجد الأقصى والقصة الشرقية عام سبعة وستين وتسعمائة وألف في حرب هزلية ومسرحية سيئة الإخراج إن هزمت ثلاثة جيوش عربية نعرفها وتعرفها الأمة بقياداتها وزعاماتها التي جعلت الإسلام وراءها ظهريا وأدارت ظهرها للإسلام عقيدة وشريعة وللنبي عليه الصلاة والسلام قيادة وأسوة وللجهاد طريقا للعزة وللأخوة الإسلامية رابطة تجمع بين أبناء الأمة وللشهادة طريقا للسعادة ودربا للقيادة والسيادة وقهرا للعدو أزمت هذه الجيوش التي عاشت في ظلال القومية العربية بعيدا عن الإسلام وضاع الأقصى الذي يحمل أقصى إنما هو الجيل الرباني بقياداته السياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والتعليمية إذن ضاع الأقصى عندما أضاعت الأمة دينها ويعود الأقصى عندما تعود الأمة إلى رحاب دينها تنشد العزة وتتشوق إلى الكرامة وإن جندنا لهم المنصرون والغالبون جند الله تبارك وتعالى عندما يستمسكونا بعروة هذا الدين من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر